اشتركوا في القناة حياكم الله أول شي مرحب بنفسنا وفيكم بمهرجان لي والتمور صراحة مبدئيا خلينا نتكلم شوي عن هذا المهرجان يعني تجامع لعدة فعاليات بابتداء من مسألة التمور وصولا لحتى الأمور الصحية والتوعوية نحن كمؤسسة برجيل مشافي مجموعة مشافي برجيل وتحديدا مشفى برجيل بمنطقة الضفرة صراحة منقدم خدمات صحية متنوعة ابتداء منها من التوعوية وصولا إلى العديد من الخدمات والقطاعات الطبية موجودين حاليا بستاندنا هوم في مهرجان ليوا منقدم التوعية الصحية من خلال الفحص والكشف المبكر عن أحيانا بعض الأمور التفاصيل الصغيرة ابتداء كمان من التوعي بسرطان الثادي وتحديدا نحن بشهر أكتوبر فمنحاول نكسب هاي الشهر كمان نزيد ثقافة وتوعية المجتمع حاول هذا المرض ومندعو مجتمعنا الكريم للتوجه لأخذ المشهورة الصحية وزيادة التوعية في هاي الأمور ومثل ما بنحكي دائما أحيانا فحص بسيط ممكن يكشف أشياء تحتاج لتدابير بسيطة بأولها أفضل ما تتطور وتاخذ منحة مو كويس بالنسبة لمتابعة دكتور بس يليت بعد تنوه على المشاهدين أهمية الكشف المبكر وإذا بتخبرنا بعد عن اختصاصك دكتور أنت اختصاصك في العمليات الجراحية في يليت تخبرنا أكثر حياك الله طبعا نحن مثل ما حكينا مبدئيا ابتداء من عدة اختصاصات منقدمة بمنطقة الظفرة كمشفى برجيل أنا كأخصائي جراحة منقدم جميع أنواع العمليات الجراحية وبكفاءة دقيقة وعالية ودائما منقدم العمليات التي تحتاج إلى بقاء في المستشفى لمدة فقط يوم واحد الخروج بنفس اليوم من العملية وهي طبعا طيف واسع من العمليات متواجدي عنا على مواقعنا موجودة عنا ببروشوراتنا ممكن أي مريض يحصل على الاستشارة يتقدمنا هنا لهذا المكان ويحصل على الاستشارة حتى جراحية ممكن السؤال البسيط نقدر نوصل المريض للخط العلاجي اللي ممكن ياخذ بهذا الأمر بالنسبة للتواجد هون مثل ما خبرتك سام حمد نحن نقدم عبارة عن الفحص العلامات الحيوية الاستشارة الطبية المتنوعة هاي الأشياء يعني ممكن دائما نحدد ونفرز المرضى باستشارة بسيطة ممكن يتوجهه اللي عنده أشياء بسيطة ممكن نوجهه لعند تسمي الطب الباطني اللي عنده أشياء جراحية ممكن نتوجهه نتكلم فيها معاه ممكن نوجهه للعيادة هاللي عنده ارتفاع في ضغط الدم ممكن نكتشفها بفحص بسيط عابر ممكن هو ما يكون عارف الموضوع فحص السكر كمان بنفس الوقت فكل هاي الأشياء مهما بدأت بسيطة أهميتها كبيرة وهي بالأساس هي مبدأ التوعي والثقافي اللي دائما نحكي نحن وإياكم فيها انه منحفز المرضى انه يجي يستشيره استشارة البسيطة مثل ما حكينا كمان ممكن تفتح أبواب بتنقذ حالات كثير ببدايتها وبالإضافة بدي ضيف كمان شيء كمجموعتنا نحن كبرجيل بصراحة يعني متوسعين ومنتشرين وعنا دائما فروع موجودة حاليا بغياثي مشروع القادم نفتتح بغياثي موجودين بمنطقة الضفرة مدينة زايد موجودين كمان بعدة مناطق أتوقع فروعنا موجودي معروفة بأغلب الناس معروفة لجمهور فهي نفس المبدأ بالعموم نتبع نفس الأسلوب اللي هي التوعية المجتمعية عبر مواقعنا منصاتنا عبر الإنترنت عبر برشوراتنا كلهاتنا موجودين لهي الأمر وموجودين للاستشارة بأي وقت الله يقويكم يعطيكم العافية دكتور كلمة توجهها نبع انطبعك دام لكم أول سنة مشاركين في مهرجاننا ومزاد ديوال تمور عطنا رأيك فيه صراحة أنا منبهر الموضوع من يوم ما بتدخل من الباب انت بتشوف جميع الفعاليات على أرض الواقع طبعا هذا أمر مش غريب مش غريب على دولة الإمارات العربية المتحدة مش غريب على يعني الساسة والقائمين على هذا الموضوع الشيخ حمدان دائما يعني داعم لهذه الفعاليات فمثما حكينا يعني ممكن الأمر يبدأ من الخارج هو مهرجان تمور لكن من تفاصيل الأمور ودقائقها شيء مفرح ندعو الجمهور كمان للاستمتاع بعدد فعاليات موجودة هون وهين احنا موجودين كمان ندعيهم للاستمتاع الطبي والفحص البسيط اياكم الله وسهل فيكم شكرا جزيلا للكم شكرا جزيلا لتغطيتكم اهلا وسهل فيكم برحبا مشاهدين الكلام نفس ما شفتو مشاركة مستشفى برجيل في مهرجان ومزاد الواقع المشاركة مستمرة من الأجنحة حلوكم معنا بناخذ معاكم فاصل وراجعين إن شاء الله نستكمل فقراتنا موسيقى